المتابعين الكرام في مملكة العربية السعودية أسعد الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم ونتنبأها بالمحاول الرئيسية التي سنتحدث عنها في هذه النشرة الجوية سنتحدث اليوم إذن عن استمرار الأجواء غير المستقرة في أجزاء المملكة حتى ساعات بعد ظهور اليوم الغد الخميس كتلة هوائية شديدة البرودة الأولى لهذا الموسم مندفعة مع المرتفع الجوي الصيبيري باتجاه المملكة سنتحدث عنها بعد قليل والأمر الأخير هو نتيجة ذلك انخفاض حاد متوقع على درجات الحارة بمشيئة الله نبدأ هذه النشرة بآخر صورة الأقمارة الاصطناعي الوالد لدينا هنا في مركز طقس العرب والتي تشير تقريباً أن تواجد كميات كبيرة من السحب والغيوم المتوسطة والعالية غير الممطرة في أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة كما نراحظ اندفاع هذه السحب باتجاه المملكة ولكن بعض الغيوم الرعدية الممطرة كما نراحظ على مرتفعات جنوب غرب المملكة بالإضافة لبعض المناطق في داخل البحر على شكل تخرجات بحرية قد تصل إلى أجزاء من السواحل الغربية من المملكة مثل السواحل الليث والقنفذة هذه آخر صورة الأقمارة الاصطناعية الوالدة لدينا حتى ساعات نهار هذا اليوم خراءة توقعات الهطورات المطرية المعاجهة حسوبيا تشير إلى تواجد فرص لهطور الأمطار على مناطق الجنوبية الغربية للمملكة بعض التخرجات البحرية أيضا واردة الأمر الذي قد يجعل المنطقة أو مدينة جدة وعموم السواحل الجنوبية الغربية بالإضافة للمرتفعات الجبلية تحت فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار التي قد تكون رعدية بعض الأمطار متوقعة في مناطق الشمالية الشرقية مساء هذا اليوم تشمل حفر الباطل والأجزاء الشمالية من القصيم على وجه التحديد وحتى الأجزاء الشرقية لمدينة ومنطقة حال على وجه التحديد أما بالنسبة لساعات متصف هذه الليلة تستمر هذه فرص الأمطار على نحو الأمر بعض التخرجات البحرية على مناطق الساحلية بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة وربما تصل إلى أيضا أجزاء من القصيم وتشمل أيضا حفر الباطن بوجه عام غدا خلال ساعات النهار يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتراجع فرص الأمطار في المناطق المختلفة من المملكة ولكن تلقى فرص الأمطار حاضرة فوق مرتفعات جنوب غرب الملكة على وجه التحديد في مرتفعات الطائب والباحة ومرتفعات عسير وصولا إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى كما تحدثنا في البداية يعقب هذا المنخفض الجوي أو هذه الأحوال الجوية غير المستقرة اندفاع لما يسمى بكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة مع امتداد الأول القوي للمرتفع الجوي السابيري باتجاه المنطقة هذا الأمر سيعمل على حدوث انخفاض حاد على درجات الحارة اعتبارا من يوم الجمعة في أجزاء واسعة من شمال المملكة بالإضافة للمناطق الوسطى تقدم تدرجين هذه الكتب إلى الجنوب مع مرور الأيام يطرأ انخفاض واضح وكبير جدا على درجات الحارة الصغرى على وجه التحديد بما فيها العاصمة الرياض تدنى درجات الحارة إلى مستويات متدنية يجعل التقس باردا إلى شديد البرودة تصبح حول أو أقل من الصف المعوي في المراتق الحدود الشمالية من مملكة كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية على الأجزاء الغربية من المملكة نتيجة هذا التمدد للمرتفع الجوي والذي مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة وهي سيبيرية المنشأ ولكنها في ذات الوقت هي جافة وغير مترافقة في هطولات مطرية على الأقل خلال 72 ساعة القادمة بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه بالعودة إلى العاصمة الرياض فالأجواء مستقرة عموما درجة حارة صغرى 11 درجة مئوية والتقس يكون إجمالا تقس يعني يعتبر بارد بشكل عام درجات الحارة الملموسة تكون 10 درجات مئوية والأجواء غالبا صافية بمشيئة الله انتقال للتوقعات الأحوال الجوية خيافات أيام القادمة يوم الخميس درجة حارة العظمى 27 درجة مئوية كما نراحل هناك ارتفاع على درجات حارة في ساعات النهار تنخبتين إلى 12 درجة مئوية مع فرص لبعض الغبار مع بدء تقدم الهواء البارد باتجاه مناطق الوسطى بشكل عام المناطق الوسطى والغربية والشرقية على موعد مع أتربة مثارة مع تقدم الهواء البارد المتوقع تدرجيا يوم الجمعة انخفاض كبيرة على درجات حارة بحدود 7 درجات مئوية تصل العظمى 20 درجة مئوية في ساعات النهار بينما الصغرى كما نراحل 9 درجات المزيد من انخفاض درجات حارة في العاصمة الرياضة تسجل 17 درجات مئوية في ساعات النهار وتكون الصغرى الليل 7 درجات وأجواء تتحول لتصبح شديدة البرودة حتى في ساعات الليل بعض المناطق في العاصمة الرياضة خاصة الأحياء الخارجية والمناطق التي في الأجزاء المكشوفة تنخفت بها درجات حارة إلى ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية كدرجة حرارة صغرى هذا كان يكون لدينا بشأن الأحوال الجوية للمزيد يمكنكم اطلاع على تقس الأحوال الجوية للغد أو النشرات الأخرى للتعرف على درجات حرارة العظمى والصغرى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة بالتفصيل دمتم بخير إلى اللقاء